قلت لكم من شوية غياب محمد الشناوي عشان يبقى جاهز 100% لمباراة العودة ان شاء الله يوم 11.6 المباراة العودة اللي هتكون في المغرب وحتى كمان الجهاز الفاني لمنتخب مصر قالك ان عدم مشاركة محمد الشناوي في المباراة الاولى ده مش حيمنع انضمام محمد او ضم محمد الشناوي في معسكر منتخب مصر القادم ان الشناوي هيكون جاهز ان شاء الله على المباراة القادمة للوداد وايضا في معسكر منتخب مصر ان مفروض المعسكر منتخب مصر حيبدأ يوم 10.6 وحيسفر المغرب يوم 12 وياخد لعبة النادي الاهلي بعد مباراة الوداد يعني لعبة النادي الاهلي الدولية اللي هي موجودة في المنتخب حتستنى منتخب مصر حتلعب مطش الوداد وتستنى منتخب مصر يوم 12 عشان تلعب مباراة منتخب مصر وغينيا في المغرب ان شاء الله الرئيس النادي الوداد سعيد النصري راصد مكافآت مالية كبيرة لعبة الوداد في حالة الفوز على الاهلي زي ما قلتلكم لعب الوداد عبدالله حيمود اللي عمل عملية الزايدة دودية هيغيب حوالي 3 اسابيع يعني كمان مش حيلحق مباراة العودة يوم 11.6 ان شاء الله طبعا الف سلامة وبالشفاء العاجل بإذن الله اللاعب الوداد عبدالله حيمود ان شاء الله فريق كرة طائرة في النادي الاهلي كابت الحمد الصافي بقاله فترة كبيرة جدا ماسك فريق الكرة طائرة وحقق انجازات كبيرة ولكن ادارة الاهلي اتفقت مع كابت الحمد الصافي ان السنة دي كان هتكون اخر سنة لي مع تدريب فريق كرة طائرة صيدات في النادي الاهلي وكده مشوار كابت الحمد الصافي مع فريق كرة طائرة صيدات انتهى في النادي الاهلي طبعا من حي كابت الحمد الصافي نعمل انجازات كبيرة جدا جدا سواء انجازات محلية فوز بالدوري المحلي لسنوات طويلة وايضا الفوز ببطولة افريقيا والبطولات العربية ولكن مشوار كابت الحمد الصافي انتهى ممكن يكون مؤقتا ممكن يكون حاليا ممكن يرجع تاني في المستقبل لكابتال حمدي طبعا من المدربين الكبار وكان لعب كبير جدا جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر وفي أفريقيا بأكملها فيعني دايما كابتال حمدي الصافي هو ابن النادي الأهلي المخلص بنشكره على نجاحاته الكبيرة اللي قدمها للنادي الأهلي والبنات اللي طلحهم في فريق الكرة الطائرة في السيدات دايما أنا أحب يعني أكرم الناس اللي عملت مجهود والناس اللي اجتهدت والناس اللي اشتغلت والناس اللي عملت بطولات وطلعت أجيال فواحد منهم كابتال حمدي الصافي وكابتال ميدوم صلحي كمان اللي كان مسك فريق الكرة الطائرة الرجال وعمل إنجازات على مر السنين بشكل كبير جدا جدا مع النادي الأهلي طيب خليني بقى أروح أحتفل بنادي راية نادي راية كفر الدوار لأن دي بلد ولدي كفر الدوار نادي راية أحد أنديت مدينة كفر الدوار في البحيرة نهر ده صعد إلى دور المحترفين في القسم الثاني كان هو قسم ثالث وكان بيلعب دورة الترقي مع مليد كفر الزيات وبالقاس وديلفي فالنهاردة راية قدر يفوز على مليد كفر الزيات اثنين واحد ويصعد فريق راية إلى دوري المحترفين في القسم الثاني تصدر مجموعة الترقي بقى فريق راية احتل المركز الأول برسيد 13 نقطة كان طبعا بيدرب راية كابتن مونير عقيلة وبعد كده مسك خلال فترة الترقي كابتن محمد سليمان وكابتن يوسف حمدي جهاز الفني لنادي راية ودي بقى احتفالات جماهير كفر الضوار بفوز فريق راية وصعوده إلى دوري القسم الثاني محترفين السنة الجاية بقى اللي هو دوري الممتاز بين محترفين نادي راية بيصعد من القسم الثالث إلى دوري المحترفين في القسم الثاني فألف مبروك لأهالي بقى كفر الضوار مدينة كفر الضوار وألف مبروك لنادي راية كفر الضوار اللي صعد إلى دوري المحترفين في القسم الثاني بعد تصدره دورة الترقي برصيد 13 نقطة وتفوقه على مالية كفر الزيات ودلفي ونادي بالآس فألف ألف مبروك لنادي رايا والمسؤولين في نادي رايا في البحيرة طبعا بنبريكلهم طبعا كده التلات فرق اللي صعدوا من القسم الثالث لقسم الثاني فريق مكادي اللي في البحر الأحمر طبعا السوز أحمد الصحيفي ببريكله مرة أخرى نادي النجوم في الجيزة هنا طبعا السوز محمد طويلة رئيس النادي وتلاتهم بقى نادي رايا التلات فرق دول حيلعبوا في دوري المحترفين القسم الثاني في المسم القادم إن شاء الله ألف ألف مبروك لرايا وللنجوم ولفريق مكادي في البحر الأحمر الواحد يبقى سعيد دايما إن محافظاتنا كلها بيبقى فيها يعني فرق في الدوري الممتاز البحيرة من ساعة ما كان ضمنهور في الدوري الممتاز وهبط مفيش فريق يعني صعد للدوري الممتاز رايا خات خطوة كويسة وصعد إلى دوري الممتاز به الدوري المحترفين في الممتاز به طيب عندي برضو خبر يعني حلو بصراحة عايز أقوله قبل ما نتكلم بقى في مطشط الكورة النهاردة في بطولة العالم أو كاس العالم للخماسي الحديث اللي بتتلعب في تركيا عندنا نجمنا اللاعب الخماسي الحديث نجم المنتخب مهند شعبان حقق ذهبية نهائي كاس العالم للخماسي الحديث فصعد مهند شعبان إلى أولمبياد باريس القادم يعني مهند شعبان بيحقق النهاردة ذهبية كاس العالم للخماسي الحديث البطولة بتتلعب في تركيا وصعد إلى أولمبياد باريس 2024 في السنة الجاية إن شاء الله وطبعا ببارك الاتحاد الخماسي الحديث وعندنا نجمه بطل عالم إن شاء الله نستنى منه مديليا في الأولمبياد القادمة طبعا بحيي طبعا اتحاد كمان الخماسي الحديث بعد الفوز بكاس العالم أو المديليا الزهبية في كاس العالم الخماسي الحديث عن طريق مهند شعبان وزي ما قلتلكوا جماعة بنعمل خماسي حديث دول خمس ألعاب بصوا جماعة السلاح وجري ورماية وفروسية وسباح كل خمس ألعاب في لعبة واحدة في مسابقة واحدة اللي هي لعبة الخماسي الحديث خمس ألعاب مختلفة إدر مهند شعبان الحمد لله يحقق المركز الأول جمع 1496 نقطة وجيه في المركز الأول وكسب الإنجليزي جوزيف تشونغ جوزيف تشونغ ده كان بطل الأولمبياد توكيو اللي فاتت فهو تفوق عليه وخدر المديليا الزهبية في كاس العالم الخماسي الحديث وتأهل إلى أولمبياد باريس وإن شاء الله كمان ياخد ذهبية الأولمبياد في السنة الجاية بإذن الله في باريس بإذن الله إعلان قائمة المنتخب الأولمبي في مؤتمر صحفي يوم 10 يونيو القادم يوم 10 يونيو إن شاء الله الميكالي روجيرو ميكالي حيعلن قائمة المنتخب الأولمبي إن بعد كده منتخب الأولمبي حيسافر إن شاء الله يوم 15 ستة إلى المغرب عشان عنده بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة هتبدأ يوم 24 ستة في المغرب هتستمر حتى 8 يونيو 8 يوليو بقى هتستمر حتى 8 يوليو وطبعا دي مؤهلة إلى أولمبياد باريس القادمة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بياخدوا 3 فرق الأول والثاني والثالث بيتأهلوا إلى الأولمبياد والرابع بيلعب ملحق عشان مع قرأة أخرى نتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله ومجموعتنا أنا قلتلكوا قبل كده مالي والجابون والنيجر بس تم استبعاد الجابون لخطأ إداري ودخلت بكان منها الكاميرون فمجموعة بقت صعبة جدا برضو خاليني أقول لكم إن الأجواء مشتعلة جدا في دوري الممتاز به القسم الثاني منافسة ما بين في المجموعة الصعيد الجونة صاحب المركز الأول وتحتيلها فيينا بفارق نقطة ونقص جولتين كمان مجموعة القاهرة والقناة بدأ يقرب بشكل كبير جدا نادي زد من الصعود للدوري الممتاز زد كسب السويس في السويس إمبارع 2-1 والنهاردة والسكة الحديدة اتغلب من الإنتاج الحربي 3-2 السكة الحديدة كان منافس زد اتغلب من برح 3-2 من الإنتاج الحربي وقوادي ديجلة منافس زد برضو كسب النهاردة بورتو السويس واحد صفر فكده الفرق بقى خمس نقاط لصالح زد ونقص جولتين بس المنشق جاي زد هيلاعب ديجلة يعني الأول زد هيلاعب ديجلة زد أعتقد 59 نقطة وديجلة 54 فرق خمس نقاط لصالح زد لو زد تعادل بس مع ديجلة زد يصعب أي زد يصعب للدوري الممتاز يعني زد عنده فرصتين يتعادل يكسب خلاص كده صعب دوري ممتاز لو ديجلة كسب الفرق حيبقى نقطتين ونستنى نشوف بقى آخر جولة زد عنده السكة الحديد فخلينا نشوف إيه اللي هيحصل معنا الأهداف يا جماعة بتاعت زد والسويس ودي ديجلة وبرتو السويس النهاردة دي أهداف زد مبارح والسويس وفوز زد 2-1 فريق زد طبعا لابس السود وفريق منتخب السويس اللابس أزرق وزد مبارح كسب 2-1 في السويس دي الأهداف ده كمان محمد سامير كابتن الفريق اللي عامل السنة دي موسم مميز جدا دي أهداف فوز زد على منتخب السويس مبارح 2-1 وده هدف السويس الوحيد أحمد العش مدافع السويس كمان النهاردة ودي ديجلة كسب بورتو السويس 1-0 ولسه المنافسة بس طبعا فرص ده هدف ودي ديجلة في مرمى بورتو السويس ولسه ديجلة بيحافظ على حظوظه وزي ما قلتلكم المواجهة اللي جاية الإسبوع اللي جاية ده اللي هو يوم الجمعة اللي جاية زد ده هيواجه ودي ديجلة مباراة دي هتحدد مين اللي هيصعد إلى الدور الممتاز في المطبع بس طبعا فرص يعني زد أقوى وفارق خمس نقاط دي مباراة طانتا وسمادة بوئير تلعب تيوم اللي أربع اللي فات وطانتا كسب سمادة بوئير 3-0 في ملعب طانتا المجموعة دي برضو البلدية بيقرب بلدية المحلة في المركز الأول وطانتا في المركز الثاني فارق نقطة ولسه دي كيرنس في اللعبة ولسه سمادة بوئير في اللعبة يعني ناقص جولتين بس الدوري السنة دي قوي جدا في كل المجموعات بصراحة لسه حتى يعني ما نقدرش نقول مين هيصعد لكن طبعا فيه فرق فرصها أقوى يعني الجونة فرصه أقوى في المجموعة الأولى إن عنده ماتشين لو كسبهم خلاص زد فرصه أقوى في المجموعة الثانية لو تعادل مع ديجل الماتش الجاي خلاص صعد البلدية فرصه أقوى من بقيت من طانتا ومن سمادة بوئير إن البلدية ناقص له ماتشين لو البلدية كسب الماتشين المتبقيين ما يبصش لنتاج اللي يصعد ما يبصش بلدية المحلة فخلينا نشوف وإحنا بنتابع أول بأول كده الماتشاتكم